محلياً انطلقت اليوم السبت من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بيت بازا وتحت إشراف منظمة الهلال الأحمر الجزائري قوافل مساعدات تضامنية لصالح العائلات المعوزة بأربع ولايات في إطار حملة شتاء دافع وتنظم هذه القوافل حسب المنظمة مساعدات تتمثل في مواد غدائية وأغطية موجهة لعائلات معوزة تقتن بالمناطق الضل تقع بولايات تيسمسيت لمدية ولاة جلال والمغير فضلاً عن تجهيزات ستقدم لفئة داوي الاحتياجات الخاصة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية لمساحقيها في سرية ثمة استحدث الهلال الأحمر أدوات رقمية وتكنولوجية تتمثل في منصتين رقميتين الأولى موجهة للعائلات المعوزة والثانية لفئة لايتامة حيث يتم إحصاؤهم والتسجيلهم وتحيين القائمة دورياً بالتنصيق مع السلطات المحلية لكل ولاية